في شأن آخر أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية الناسا صاروخ أنطاريس إلى الفضاء والذي شرك في تطويره علماء أوكرانيون الذين قاموا بالتصميم الرئيسي لهذا الصاروخ العمل قام به المكتب الأوكراني للإنشاءات والتصميم بالتعاون مع عدد من الشركات المحلية ويحمل الصاروخ حوالي طنين ونصف من المواد الغذائية والمواد اللازمة لإجراء البحوث العلمية إلى محطة الفضاء الدولية وقد تابع عملية إطلاق الصاروخ من فيرجينيا الأمريكية السفير الأوكراني في الولايات المتحدة فاليري تشالي الذي أشار إلى أن مثل هذه المشاريع تعبر عن روح التعاون بين البلدين في مجال استكشاف الفضاء للأغراض السلمية